بسم الله الرحمن الرحيم أضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة رسالة ونحن نتحدث عن مفاتيح السعادة وقبل أن أشرع بالحديث عن القرآن الكريم الذي هو المفتاح الأكبر للسعادة أقول لكم أن كل إنسان في هذا الوقت وفي هذا البلد يسعى نحو إرضاء الله عز وجل إن في حضور مجالس العلم وإن في الذهاب إلى العلم إلى الجامعة وإن إلى العمل وإن يحرص على تربية أولاده في هذا الوقت الصعب فأجره أجر المرابط والمرابط هو المجاهد كلنا إن شاء الله مرابطين لنا أجر الرباط الذهاب إلى المسجد عناء طريق عناء حتى طريقة إعطاء الدرس عناء بل إيش بتطفي الكهرباء كما رأيتهم يعني أنا أنا ما أظن أن هناك عناء يشبه هذا العناء على وجه الأرض فلذلك أجركم أجر المرابطين وإشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ربك بالفرج فهذا الأجر الكبير لو فتشت عنه في بلاد الدنيا كلها لا تجده الآن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء أسأل الله أن يعجل بالفرج سبحان الله أنا أجي على الجامع صفيت السيارة وأتيت ماشيا مثلي مثل الناس الآن مثل ما شفتول فنبلج بالدرس تطفي كله بعدين هذا مربوط بالأجهزة ومربوط بالبث كله بأجره وأسأل الله عز وجل هو دائما يعني كل ما كثر الضيق سوف يأتي الفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج الله عز وجل يعني يعني أهل الشام غالين عليه أهل هذه البلاد الله يبارك فيكم جميعا أي مقدمة لشحذ الهمم ومن واجب الواعظ أو المرشد أن يبشر بالأمل ودائما إن شاء الله نحن نتذكر يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الشام كان حكى عن ماليزيا كان حكى عن الخليج ولكنه اختص الشام بالذكر في سبعة عشر حديثا وكلكم يعرفوا الأحاديث أسأل الله عز وجل أن نسعد في الدنيا وأن نسعد في الآخرة مفتاح من مفاتيها السعادة القرآن قرآن مفتاح كبير لكن أيام الإنسان بيكون المفتاح بيجيبته وعم يدور عليه بيفود بيدور بيدور يا مساكين نحن مساكين لأنه المفتاح الأكبر للسعادة موجود تركت فيكم ما إن تمسقتم به لن تضل كتاب الله وسنة في آية يعرفوها الكثير لكن بدي هيك تمعن إنسان يسمعها ويتمعن في أصدق من الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هدى الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى القرآن اسم من أسماؤه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى إذا ما شقي شو معناتها هذا سعيد يعني إلا بيقول له اسمك مو بين الرأس بين شعني اسمك يعني من الناشحين هذا بداهة فمن اتبع هداي لذلك القرآن الكريم كتاب اتباع وليس كتاب تلاوة بدون فهم ولا كتاب تلاوة بدون تدبر عندنا شيء كبير هو القرآن الكريم حطينه للأسف صرنا نهتم بجلدته نهتم بزخرفته وتركنا معانيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كتبوا القرآن فضمن الله لمن اتبع القرآن وعمل فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فمن اتبع هداي الهدى القرآن الكريم كتاب هداي لذلك هلا هذه مقدمة من أجل أن أذكر أشياء واجبون اتجاه القرآن الكريم أنت إلك واجبات تجاه الشتاء إلك واجبات تجاه الجسد فطوره غدا وعشا لمس إلك واجبات تجاه سيارتك إلا القرآن الكريم سوينا كتاب بركة هو بركة لكن هناك واجبات والنبي عليه الصلاة والسلام تأمل الحديث تأمل يقول ما أصاب عبد الحديث رواه ابن مسعود ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية هاي الناصية يؤخذ بالنواصي مقدمة الشعر ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك إلا جعلت القرآن الكريم ربيع قلبي شوف ولا يمكن الآن المثال اللي حكا النبي قريب لأزهانكم لأننا في أزمة نحن صرنا لا نحب الشتاء صح أنه يا مرحبا بالشتاء بالخير راحت بالربيع الجو جميل الجو لطيف لا برد ولا حر الصيف اللهم جعل القرآن الكريم ربيع قلبي ربيع 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 الخير يعني يعني مسرور بتطبيقه بالحفاظ على التمسك بأحكامي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرح لن شراح إلا بالقرآن لا ذهب للغم إلا بالقرآن لا ذهب للهم إلا بالقرآن لا ربيع للقلب إلا بالقرآن كل الآن الأشياء التي هي بين أيدينا وسائل تواصل هي ربما تعطيك سعادة آنية مثل المخدرات ما بدك ما بدك نشراح بس للأسف في عنا نحن أكلت سمك لكن هل بدك هل بدأنا هل بدأنا معهم بالقصص أنا الآن في مركز قيم أسعى لمشروع عنوانه قصص القرآن هذا بسل هذا بسل البراعم يشوف قصة فيلي عن سيدنا يوسف يحب سيدنا يوسف ويحيط ولو مبدئيا بجزء من القصة تناسب عمره ثم أتدرج معه قصة إبراهيم والنمرود نحن نجيب الولاد نقول له أخي بسيك القرآن أحفاظ صورة الكهف بلاك طويلة ما رأى إلا صفحاتها نعلمه كل واحد بطريقته الخاصة إلا جعلت القرآن الكريم ربيع قلوي حقيقة اليوم عيد المعلم أحد الأساث الذين علموني بزاها الله خيرا كنت في الصف الرابع لأنا ذكرت هلا لا والله ما ببالي كل الناس بدني لأنه تحفظ جزاء عما طح أطفال هو طبعا لنا ورقة لآيات تتحدث عن الجنة إلى الآن أنا كل ما أقرأها أذكر خواتيم سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلة سهلة ومقرؤة وكلها محكم شو محكم يعني ما فيها متشابه من قرأها بداهة عرف معانيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون الآيات إلى آخر الآيات ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات آيات شوفوا هي طريقة نحن القرآن الكريم كل واحد على مستوى مو نجيب كتاب مخصص لطلاب السنة الرابعة فصل تاني نجي ندرسه لطلاب الصف السادس بيكره العلم القرآن له طريقة نبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا هون بيكون القرآن سعادة فرح القرآن الكريم كلما اقتربت منه اقتربت من السكينة سكين الهدوء سبحان الله الصفاء الآن الناس عايشين بالطراب سألوا لو تسمع قرآن قال لك لا طيب تقرأ قرآن طيب انت شو مسلم مسلم على شو مسلم شو كل كل واحد صار عنده كل يوم ساعة و ساعتين يوتيوب لك ما في قرآن لكن البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب فاضي ما في شيء هناك دليل ان القرآن يحقق السعادة يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قلبك غيظ قلبك حسرة الله يبعد عنكم الحسرة قلبك يكاد يتفطر من الألم قرآن قلت لكم معنى المفتاح وما عم نعرف أدناه سماعا أعلى المراتب تعليما أوسطها علما يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور شوفوا اخوانا الكرام أحكي لكم شغلة القرآن شفاء بعلم الطب فيه اخوانا كتير من الأطباء حاضرين أول حبة ما بتشفيك وتاني حبة ما بتشفيك وتالي تحبة ما بتشفيك وفي بعض الأمراض أحد أخوانا الكرام اللي رحت على الدكتور عنده التهاب وصف له خمسة عشر إبرة قال له سبعة بتأخدهم دفعة واحدة تهاب شديد ثم أعطاه بسموه كورس في بعض الأدوية لا تؤتي أكلها إلى بعد شهر في شي بيقول له لا تراجعني إلا لبعد شهرين ما يبين بعض الأخوان إذا أجيت بتطلع عندك داري لا بدأت مر تفوت على البواري وزي أنت كنت ساكن بالطابق الخامس لحتى تصل لفق كنت بدي ربع ساعة وبتصل لعندك ليست نظيفة مع أنه مي هناك ظلمة في القلوب مو أول ركعتين ولا أول صفحة ولا أول ختمة لذلك إلا بيجي رمضان لسه ما نضفنا أول وش بيخلص رمضان فوت على الحمام إذا كان جسمك كنت تعمل في الوحل تنظفنا أول مرة تاني مرة أول مرة وتاني مرة وتالت مرة وسابع مرة بعدين بالصابون بعدين بالشامبو ها بلاش بلاش يبين إذا سكن الغدير على صفاء الغدير المي إذا سكن الغدير على صفاء فأما إن كان من المقربين فروح وريحان ذكر الله الريحان لأن هذا شيء من الجنة الله الله زيك الخير يا شيخ حامل الصفاء أنا جيب ما يتفرج ما يتفرج تعطوا لي صورة على الفيسبوك سفينة ماشية نهر نبين على بعد عشر أمتار قاع النهر هي قديش ما قديش فيها صفاء هي مو بيوم و بيومين لا هي مي صافية داك توقف في الليل وتقرأ وتسجد ثم تقوم وتتجافى حتى يصير معك دموع وخشوع أو اليوم ما زبطي هي بدأ بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة هي ما تجيب يوم ويومين إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم هذا شرط بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي المؤمنين الصادقين يرى في صفوها الله العظيم شو في بقلبك مسلسلات فيسبوكات واتسابات زميلات زملاء رشوة أبض ظلمة يا هدوب بدأك تمحيون على القلب طيب نور النور ببلش يتدفق ولكن يحتاج إلى متابعة طيب النبي النبي عليه الصلاة والسلام في حديثي عقبة ابن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يغدو كل يوم إلى بطحان العقيق أو إلى العقيق مكان فيأتي منه بناقتين كوما وين الكوما وين يعني الإسمان المهبرين اللي فيهون لحم في غير إثم ولا قطيعة رحم هذه بدأت تجارة معا لا سرقة ولا ولا آخذون ولا ناصيب هذا بدأكون تاجر كل واحد يحب الجمل بزمن النبي عليه الصلاة والسلام يساوي سيارة فقال كلنا نحب ذلك يا رسول الله قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين خير له من ناقتين في رواية أو يعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث لا تفكر عنده هندسة وعنده طب والثاني عنده دراسة وعنده تجارة وعنده بيع وعنده شراء ما عنده وقت للقرآن حديث النبي آيتين أحسن من سيارتين كوما وين وثلاث آيات أطع مشوار هلا نحن تعلم آي أطع مشوار ووقف حواجز ووقت وجهد وما لا أصفي وما لا ألي طيب بلاش الله عز وجل يريد أن يسعدك وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواه مسلم الله يهني كل إنسان تمسك بالقرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك طيب هل لحنأخذ نحن إن شاء الله لأنه الوقت بشان ما يحكمنا واجبنا نحو القرآن أول واجب سهل بسيط وهو يعني أضع في الإيمان هنا في واحد ما زار والدته اليوم يعني ما حقق البر الكامل لكن اتصل سمع صوتها أدنى درجات الواجبات تجاه القرآن أن تتلوه أن تسمعه يا سماع يا تلاوه في تلاوه أنت ما عم تدي شي أنا أقول لكم أخوانا الكرام أضع في الإيمان كل يوم صفحة الشيء الطبيعي الشيء الطبيعي أنه نعطي القرآن جزء من وقتنا يعني أنا أنا شخصيا أجارني الله وإياكم من اللغو إذا بدي اتصفح الأخبار بدي تنساعة بس والله يعني إذا ما كنت عم تعطي القرآن تنساعة أنت إنسان ما عندك بعد نظر عاطي إلى شيء ما له قيمة قيمة والشيء له قيمة ما عاطي أدنى قيمة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير دخلوا على الإمام الشافعي في مصر الإمام الشافعي دفن في مصر وآخر شيء ذهب إلى مصر فالفقهاء كلهم كانوا يقرؤون الفقه يدخلون عليه وهو يقرأوا القرآن فقال ما قمت ولا جلست في مجلس إلا وقرأت كتاب الله ما ممكن أعود إلا أقرأ القرآن صفحة هذا شيء نفسنا القرآن بالصيف بنركض ومعنى إيش مي قلي معه القلب الحبة تحت الإنسان وين بتكون بجزدانه وين المصحاف اشتريت جوال نزلت المصحاف نزل كل البرامج ونسي إيش قرآن الكريم تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله هذا أبنى درجة بالله عليكم خلينا نعود بعد كل صلاة بعد كل صلاة صفحة خمس صفحة تعودوا سهل على من سهله الله علي ولكن أنا وأخ الله يذكره بالخير وحين على المدينة أول ما أطلعنا من هنا اللي شو رأيك نقرأ ختم تلو ختم سيارة ختم صعبة يقول بسم الله بلشنا بالفاتحة بنصف الطريق اسمها تيماء في وسط الحدود السعودية قبل المدينة أربعمية أربعمية وخمسين كيلو ختمنا الختم سهل على من سهله الله عليه جو واحد صعب صعب طالب البكالوريا قبل يوم الفحص بصير بالنظر بيراجع بالنظر بالنظر ليش تمكن متما تمكنت انتهي كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها سهلوا مع الله صعب يقرأ عاد وثمود وفرعون وموسى لكن في الحقيقة هو مع الله طيب يعني نحن مستكترين على الله انه نتلو كتابه بالله نين كون عندك محاولة ان تحفظ بعض القرآن او جزء انا اميل انه بالنسبة لاولادنا حفظ القرآن فتوح انا اعملكون يعني تجي واحد فتوح لكن في شيء اسمه الحد الأدنى اول شيء اختاروا لهم مقاطع عدين هيكي الازاء جزء عم خلوس جزء تبارك بعدين بعض السور نحن سبع المنجيات وقد ما دفعت حوافز انت الربحان ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفين من عباده في ناس الله حبب اليه كتابه هاته الصفاء هاته تشوف واحد عم مدرس انجليزي وتفل ومفل يعني حبه 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 في انسان بتروح بتقول له الهيز والإيد بيقول له خربطت بيناتهم بعدني عنهم تقول له للعاقل وغير العاقل فهم بس اضعف الايمان اصحاب النبي لم يحفظوا القرآن لكن حفظوا علومه حفظ جزء وجزئين وتلاتة سورة وسورتين وتلاتة انا بذكر اجتمعت كثير مع اخوان كبار في السن اميين لا يقرؤون ولا يكتبون لكن يحفظون من سور القرآن القصيرة والمتوسطة بالتجويد عن طريق التلقي وهم من خيرة عباد الله الصالحين حفظوا سور ومقتطفات هذا حفظ شغلة كثير كبيرة لا تفكر انه واحد يحفظ القرآن ليس شغلة سهلة ليس شغلة سهلة هذا اصطفاء الله بده يعني يجعل منار للناس والله يختص برحمته ان يشاء وكلما دخل في جوفك من كتاب الله فلا تحرقك لا نار الدنيا ولا نار الآخرة لو جمع القرآن في اهاب ما احرقه الله بالنار رواه البيهقي لو جبت القرآن حطيته في اهاب ووضعته في النار لا يحترق ولا القرآن فكيف بالقلب ادعو الله انه الله يجعلكم من حفظ كتابه وبعدين بتصير مسئولية اللي هي المراجعة بتصير انسان تاني يعني يعني ينتقل من عالم الى عالم تعرف تعرفوا اللي بيمشي على الارض وبيمشي في الفضاء هذا عالم تاني انه في ناس من اهل الدنيا وفي ناس اهل الله وخاصته طيب الشيء الثالث واجب نتجاه القرآن الكريم ان تتدبر معانيه تتدبره ان اتدبره وان افهم معانيه شو القرآن القرآن بس لانه تقرأ والضحى تقرأ والعاديات تقرأ والذريء فهمتوا رسالة القرآن رسالة من الله لكل واحد مننا كان الواحد بيناتهم يسمع الآية فيسمعها نداء من الله الي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألم تسمع يا أيها الذين آمنوا الله عم يحاكيك اتدبر لن تستطيع ان تتدبر كتاب الله الا بحضور مجالس العلم الا بان يكون عندك مجالسة لأهل العلم لأهل العلم تقرأ وتسأل نحن عم نضيع كثير من وقتنا يا أخوان الكرام على ما ليس فيه فائدة ما في فائدة شبابنا على المباريات والجيل الصغير على الله صار الواحد يوعد على البلايستيشن أربع ساعات صارت شغلة الكبيرة والصغيرة كانت شدي صارت بلايستيشن تدبر معاني القرآن والآن أنا أوصي أهل العلم الدعاة الداعيات طريقة طريقة دائما وسائل التواصل هذه التي سخرها الله عز وجل من أجل من أجل أن ننشر الخير آية آية على زمان النبي عشر آيات علمنا القرآن هلأ آية آية كلمة كلمة لو فهموا كلمة اليوم بعدت في الآية في الرسالة الصباحية آتيناه رحمة من عندنا عن المعلم وعلمناه من لدنا علمه قدم الرحمة على العلم وهذه صفة يجب أن يتخلق بها المعلم المعلم إن لم يكن رحيماً لو ملك علوم الدنيا لا يستطيع أن ينفع الناس بعلمه طويل باله رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم هيك دي هيك دي يكون شايف الإضاءة هي نمن عليها درس ما من نقول له والله فسرنا سورة المؤمنون لا كلمة الإنسان كلمة بتغيره كلمة تغير له منهج حياته يا ما أرسلت رسالة لإخوان الكرام أرسلها هكذا اللي وصلت في الوقت المناسب في الوقت المناسب شو؟ اللي كان بيني وبين المعصية قيد أم له من أسبوع اللي أخ اللي كادت تخرج روحي وأنا في الليل أبكي اللي أرسلت الرسالة قبل الفجر بساعة اللي أعيش بأنوارها إلى هذه اللحظة التي هاتفني فيها كلمة يا داعي ذلك هل هيتبع المواعظ تصال بعدين بإله اقرأ المزيد شو معناتها شو معناتها شو معناتها شيخي محدين تعرف اقرأ المزيد معناتها الاربعين سطر اللي أعطوك يهم بالواتس أب هدول مقدنة نسا اقرأ المزيد تفتحها بإلك اقرأ المزيد شو بدي اقرأ المزيد هذا نفع اقرأ المزيد صلى الله على معلم الناس الخير امام البيان والإيجاز من البيان اللي أعطوك جوامع الكلم هل بدك تعطي الناس جوامع الكلم تعلموا القرآن ولكن بطريقة حضارية هلا ما عد في شطي وما عد فيها دول معتها تشتر جرائد صارت الجرائد بشان شو المسح خبر هيك صغير صار اسمه خبر شو عاجل بس هيك الرأس هذا العامودي والإمامة بطلت تكون هيك تعلموا القرآن المختصر المفيد مع شيء من الإضاح والله في ناس هلا هلا بكين صروا خمسين سنة بيحضر مجالس العلم إذا قلت له والذاريات ذروة لا يعرفوا معنى قلت له والصاف فات صفة ما يعرف معنى ليه الحق على الخطيب بكرة بخطبة الجمعة هأنزل بحالي خطباء مع الماضيع حكينا عن مين عن المستمهين عميحيي أن خطبة الجمعة هي خطبة الجمعة هذا هي عم تغير كانت تغير سلوك الناس التوب الناس إلى الله ليش خطبة الجمعة لا تؤتي أكلها حق على الخطيب وحق على المستمعين مستمعين حكينا شو مشكلتهم بجنايم واحد جوعان يقول يا ربي خلصنا الخطيب عمياب عبد الله طوال فول أو طارق فول مطالع نفسه وفيدي طلع يشرب كله أو جاي هاي ما تزبط أو نعسان ما تزبط أو أعيد بآخر الجامع جاي متأخر مثلي أعيد بآخر الصف مشكلتية أعيد أول الصف وإن الأخير من الصف لا له متحميم لا مطبئ السنة طيب أيضا العمل به والتخلق بأخلاقه بعد ما تتدبر شو بدك تساوي ولي اليوم بدي يصير مثل ما الله قال لي سألوا السيدة عائشة عند خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم ألا تقرؤون القرآن كان خلقه القرآن إذا صار خلقك القرآن فأنت من الصدقين تسمع الآية بالطبئ جا واحد تطاول على سيدنا عمر أم غضب سيدنا عمر كان جالس أخول السفي هذا الجاهل همس في أذن سيدنا عمر قال يا أمير المؤمنين إن أخي هذا من الجاهلين والله يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال لي أمرك قرآن قرآن يضع لك حدود أحد خلفاء بن العباس كان عنده ولد فجاءت الخادمة طريق الخطأ سقط شيء من الطعام على قدمه فاحترقت هو ملك قال لي أيها الحراس قالت له يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ أرجيني قرآنك هلا فقال لها كظمت غيظي يعني بكرة أرجيك هلا ما حساوي شيء قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين نظر إليها وقال أنت حرة لوجه الله تقدر شيء يوم تطبيق القرآن آية من القرآن تقدر بسلوكك بحلاقتك مع زوجتك مع أمك تقرها ولا تقول له ما أف تعرفها ياريته بيقول أف أف سهلي بيحكي كلمة أدخن كرسي النبوة والتدريس يعني ما هحكي بمننها بيقرفها الحياة طيب وين القوف القوف صارت لك تطبيق القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض لما الله عز وجل أوصى بالأرحام وأوصى بالإحسان للأيتام أوصى بالإحسان إلى الجار خلينا نطبيق القرآن لك والله بتتغير حياتنا عننا نحن كتاب نصير أرقى الناس على وجه الأرض همين حاطين وعرف كله قوانين وأنظمة بيجي المسلم الجديد الأجنبي بتفرج على النصوص بشوف الناس وليه دولة كنت في ميناء شفت أخ جاي من أميركا جاي معه واحد أجنبي أول مرة بزي على الحج شفت وعم يحكي بالإنجليزي فهمت قليلا لك عمله لك ليش كامساو مو الله عز وجل يقول آية كذا 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 حتى نرقى أجيب أن نتدبر القرآن وأن نطبق هذا التدبر بيقلولك أنه يوم السبت ويوم الجمعة غدا وبعد غد سوف تتدنى درجات الحرارة ها صار عندك علم فهمت تطبيق العمل يشو الباست شورت ويسموه هذا الشيال واطلع إذا كان هيك التطبيق العملي بعد عشرين دقيقة بيصير عندك التهاب قصبات ربما يودي بك إلى الآخرة نحن هيك عم نساوي الله بيقلنا اذكروا الله ذكراً كثيراً حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ما فيه إذا نودي يلي الصلاة ما فيه برمضان لعلكم تتقون احملنا عليها دروس ما فيه طيب بعدين الحق على الله ولا علينا علينا فنندبر القرآن الكريم ونطبق ونتخلق وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أنا اليوم دي طبعي الآية دي طبع افتاح على الصفحة صفحة الجامعة صفحة الشخصية كل يوم بنزل شرح كلمة كلمة أمامكم آية لا صعبة بدأ ايام هيك بسموها لطيفية فهمها أنا هاي اليوم بدي طبعها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليذكر أولو الألباب بعد ما تطبق أن تعلمه للغير أولو كأسي بستمته بس وليذكر فيها. طف. عندما طفيت شب ساوي. تعطي جيرانا. هلا النبعة شلون في بجي خيرها. تعبي اللي عنده صيرو الطفطيف. ان تعلمه للغير. تعلم الغير. قالوا والله اليوم. بس انتفعت. اللي بيأكل أكلة طيبة مو بيأكلها بس. دواء غيره. كتر مطيبة. خيركم من تعلم القرآن. ايش? وعلمه. الله يجعلكم هداتا. مهديين. غير ضالين. ولا مضلين. الله ينفع فيكم الأمة. واعتصموا بحبل الله. شو حبل الله? لا تتركوا اخوانا الكرام. كتاب الله عز وجل. هذا سعادي. هذا كنز. ما عرفنا قيمته. سماعا. تلاوة. سماعا. تلاوة. فهما. تدبرا. عملا. تعليما. وقتها. كلها الارهاصات اللي بتشوفها. وكلها المشاكل اللي بتشوفها. هاي. لا. ما لها قيمة. انت مع الله. 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 الله أكبر. الله أكبر. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم جنبنا الشقاء. وجنب الشقاء بيوتنا وقلوبنا بأسرار سورة الفاتحة.